سلام يا حلوين شو اخباركو اليوم ان شاء الله رح نعمل زيتون اخضر بما انه موسم الزيتون الاخضر بس شو بشاهل قلب تعالوا شوفوا معي الطريقة الله ما صلي على سيدنا محمد عندي مرتبان بتعمل فيه كل زيتون اخضر هلأ موسم الزيتون الاخضر وما في اطيب منه بعد ما غسلت الزيتون كتير منيح انا بحب انقعه كمان يومان بعد ما نقعت يومان وغسلته حطيته بالمرتبان حطيت عليه حر بحراء زي ما انتو شايفين بالفيديو عم بقطع الحر اللي بحراء والليمون الحامض من دون اي اضافات تانية ابدا يعني ما بدي اقللت مروي وما الي اخلاق يلا بسرعة بتعملوها ولا اسهل من هيك طريقة بتشهل قلب ما تقولي معي الاخلاق اعملها وراح موسم وهلأ موسم هاد الزيتون ما بنا نشتريه خالص ونقول ما طلع طيب هلا احنا بنعملو عائدنا ما في اطيب من هيك هافكرة الحامض بيعطيه ناكها كتير كتير طيبة يلا شدوا همتكو يا صبايا يا حلوين واعملو نفس الطريقة تبعيتي وراح تدعولي شايفين ما شاء الله هنت اعمل هادا المرتبان هلأ كله نزيحونا هيك عجنب لحتة يباينو لبرا ويشهل قلب لحتة الواحد هيك دغر يقرب وياكل من المرتبة تقدروا تاكلوا هلأ منه اخضر انا حطت بالصحن رشت عليه ملاح واكلت بمزمز هيك شوي بالطن بس كتير طيب عفكرة الزيتون اللي اخضر طيابته هو مر اكتر من لما يستويه ما بيعرف ازا في حدا مثله نحن هنعبل مرتبان على الاخر هلأ ما اتخافوا بس هننرجع نحط كمان حامض ونحط كمان قرون حر ما تقولوا ما حدا خبركن انه هلأ موسم الزيتون هلأ موسم الزيتون اعملي زيتون لجوزك وما تقولوا ما لحقنا الموسم ومنا نشتري زيتون خالص ما في قطيب منه بالبيت بشهل قلب يا سلام عن نكهة والطعم والشكل ولا اشهل من هيك شايفين لونه حتى بشهل هلأ هون انا دوابت ملاح الملاح تقديريا تقريبا كل عشرة كيلو زيتون بدون تقريبا كيلو ملاح ماشي بس انا هادا كليان الزيتون هلأ لأنا عملته ازا ما بتعرف تقدري تقديريا الملاح فيك تعملي طوشة البيضة ما شاء الله هالزاتونات حطينا الماي ما بيقصر ما بيقصر تلنا الدنيا حوالينا ما بيقصر هلأ بنمسح المهم نعمل زيتون هادا اهم شيو حطينا ملح الليمون كمان لحتة يضل فيه قرشي زدناهم ماي هاك اللي اصار جاهز عندنا شفته ما اخد معنا وقت ابدا ما تقللوا مروي قومي هزتو لك ويلا اعمل زيتون متل ما عملت ام خالد وان شاء الله بتدعيلي عهالطريقة الطيبي وسريعة شايفين ما شاء الله هادا المرتبان الصغير عملتو لقلي كتنت فيه حر وحامض يا سلام مع هالزاتونات اللي بشاهو القلب وبي باي